صباح الفل على حضراتكم مشاهدي قناة تايم سفورتز كل سنة وكل حضراتكم طيبين النهاردة ان شاء الله أولى حلقات العب صحة في عام 2020 يارب سنة تكون كلها خير علينا كلنا نحقق فيها أحلامنا وننسى كل الحاجات الوحشة اللي حصلت في 2019 ويكون كده عندنا أمل أن بإذن الله 2020 تكون جايبة كل الخير لنا على مدار الأيام اللي فاتت وعلى مدار الشهور اللي فاتت كنا معاكم وبنتابع أحداث كتيرة جدا رياضية وعشرين عشرين إن شاء الله كمان هيكون فيها مزيد من البطولات ومزيد من الإنجازات بنأمل وبندعي إن شاء الله أبطالنا في الرياضات المختلفة هيقدروا يحققوها ويقدروا دايما يكونوا بيستمروا في رفع اسم مصر وعلى مصر دايما في المحافلة الدولية يبقى عندنا كوادر كتيرة جدا الحياة في الرياضات المختلفة وسنة عن سنة بنشوف إزاي بيصبح في تطور في قاعدة الأبطال المصريين اللي قادرين إن هم يكونوا بيتقلقوا في رياضات مختلفة دايما الاعتماد عليهم فأي بطولات دايما بيكون بمثابة حاجة مضمونة شايفين الحمد لله إنجازات وتحقيق لأرقام قياسية وصفر لبطولات مفروض المنافسة فيها تكون شارسة جدا أبطالنا قادرين إن هم دايما يكونوا بيرفعوا اسم مصر عالي عالي فإن شاء الله عشرين عشرين يكون فيها استكمال سلسلة نجاحات الرياضة المصرية خصوصا وإحنا أكيد في انتظار توكيو عشرين عشرين الأولمبيكس في نسختها القادمة مع تأهل أكيد منتخبنا الأولمبيل لكرة القدم بيجانب طبعا رياضات كتيرة جدا هيكون فيها ممثلي عنها وعن الرياضة المصرية هيكونوا إن شاء الله بيشاركوا بناء ما تكون بعثة منتخبنا الوطني بتشارك في رياضات كتيرة وبعثة كبيرة كمان على مدار الفترة اللي جاية القصيارة ممكن كمان نشوف منافسات كتيرة هيكون من خلالها عدد متأهلين لتوكيو عشرين عشرين في ازدياد في كل الدعوات بإذن الله لكل الأبطال في كل الرياضات المختلفة